الكشف عن امرأة فرعونية تم تحنطها وهي تصرخ وقد ماتت من الفزع فماذا شاهدت في لحظاتها الأخيرة؟ ما زال التاريخ الفرعوني يملأه الغموض والأسرار من سحر وطلاسم ولا زال العلم يقف متحيرا عن حلها واليوم سنكشف لكم عن لوز حير العلماء ممكن عالمان مصريان من حل لوز ممياء المرأة الصارخة من الخبيئة الملكية في الضير البحري حسب ما جاء في دراسة نشرت حديثا في أحدى المجلات العلمية الدولية وكشف البحث الذي أجراه الدكتور زاهي حواس عالم الآثار الشهيرة ووزير الآثار الأسبق المصري ودكتور سحر سليم أستاذ الأشعة بالجامعة القاهرة والمتخصص في أشعة الآثار عن تصلب شديد في شرايين القلب التاجية للأميرة المصرية أدى إلى موتها فجأة بنوبة قلبية وقد حفظت تحنيط المصري القديم وضعية جسدها لحظة الوفاة لقرابة الثلاثة آلاف عام وهذه هي القصة كاملة في العام 1881 تم اكتشاف خبيئة الدير البحري الملكي في الأقصر حيث قام كانت الأسرتين الحادي والعشرين والثانية والعشرين بإخفاء أعضاء ملكين من أسر سابقة لحمايتهم من لصوص القبور واحتوت خبيئة الدير البحري الملكي على مومياء الرجل الصارخ والتي أثبتت الدراسات الحديثة بالأشعة المقطعية أنها تعود للأمير بن تاؤر ابن الملك رمسيس الثالث والذي أجبر على الانتحار شنقا عقابا له على تورطه في قتل أبيه الملك رمسيس الثالث فيما يعرف بمؤامرة الحريم تم عقاب الإبن القاتل بعدم تحنيط جثته ولفها بجلد الغنم مما يشير إلى أنه اعتبر ناجسا ومصيره الجحيم في الآخرة في الوقت الذي كانت فيه الموميوات الأخريات ملفوفة بالكتان الأبيض ومحنط بعناية كما احتوت نفس الخبيئة الملكية في الدير البحري على مومياء لمرأة تظهر على وجهها علامة الرعب والألم والصراخ وعرفت بمومياء المرأة الصارخة فرأسها مائل للجانب الأيمن وساقاها مثنيتان وملتفتان عند الكاحل في الوقت الذي كانت فيه الموميوات الأخريات مغلقة الفم ومستلقية مستقيمة الجسد فما حقيقة مومياء المرأة الصارخة وكيف ماتت ولماذا تم حفظها بشكل مختلف لم يرى من قبل وعلقت مومياء المرأة الصارخة نفس مصير بنت أورا فتم عقل الموت ولم تحنط بالطريقة الملكية كباق الأميرات تشير الكتابات باللغة الهيراطيقية عدى لفائف الكتان حول مومياء المرأة الصارخة إلى أنها الإبنة الملكية الأخت الملكية ميريت آمون ومع ذلك اعتبرت المومياء غير معروفة فسميت بمومياء المرأة غير المعروفة حيث كان هناك العديد من الأميرات بنفس الإسم على سبيل المثال ميريت آمون ابنة الملك سجن رعع من نهاية الأسرة السابعة عشر ألف وخمسمائة وثمان وخمسين إلى ألف وخمسمائة وثلاث وخمسين قبل الميلاد وكذلك ميريت آمون ابنة الملك رمسيس الثاني من ألف ومائتين وتسع وسبعين لألف ومائتين وثلاثة عشر قبل الميلاد من الأسرة التاسعة عشر تشير النتائج تصوير الأشعة المقطعية التي أجرها الدكتور زيحواس والدكتور سحر سليم إلى أن المومياء تعود لسيدة ماتت في العقد السادس من العمر وأن جثمانها وعلى العكس من منتاور قد نال عناية بالغة من المحنطين الذين أزالوا الأحشاء وضعوا مواد باهضة الثمن مثل الراتنج والحنوط المعطرة في تجويف الجسم واستخدموا الكتان الطاهر في لف المومياء وبالتالي فإننا نفترض أن ظروف وفاة مومياء المرى غير المعروفة كانت مختلفة عن حالة منتاور أو مومياء الرجل الصارخ لكن لماذا لم يتمكن المحنطون من وضع جسد الأميرة في حالة الاستلقاء ولماذا لم يتمكنوا من تأمين غلق الفم كما كان المعتاد مع باقي الموميوات الملكية ما الذي حدث فمنع المحنطين من إثمام مهمتهم تشير نتائج التصوير المقطعي المحاوسة بأن مومياء المرى غير المعروفة كانت مصابة بمرض تسلب الشرايين شديد الدرجة والذي أصاب العديد من شرايين الجسد ولقد عرف الطب المصري القديم النوب القلبي بالموت ومما يدل على ذلك السطور من بردية الطب المصري القديم المعروفة ببردية إبرس التي تقول مخاطبة الطبيب منذ أكثر من 3500 سنة عندما تفحص رجلا يعاني من آلام في معدته ويعاني من آلام في ذراعه وصدره فهذا هو مرض وادة المرادف للنوب القلبية يجب أن تقول له إن الموت يقترب منه فأثبت فحص الأشعة المقطعية لمومياء المرأة غير المعروفة أنها عانت من تسلب في شرايين القلب التاجية الأيمين والأيسر وكذلك شرايين الرقبة وشريان الأوهر البطني والحرقفية وكذلك شرايين الطرفين السفليين والساقين تفترض الدراسة أن جلطة الأوعية التاجية لمومياء المرأة غير المعروفة سببت تلف عضلة القلب مما أدى إلى موتها الفجائي بنوبة قلبية وتسبب الموت ميل الرأس إلى الجانب الأيمن وارتخاء عضلات الفك مما أدى إلى فتح الفم وتشير الدلائل إلى أن المتوفى ظلت لفترة كافية لعدة ساعات على هذه الوضعية قبل أن يتم اكتشاف الجثمان فأدى التشنج الذي يعقب الموت إلى تيبس العضلات والمفاصل وإبقاء مومياء الأميرة على وضعية الوفاة هذه فلم يتمكن المحنطون من تأمين إغلاق الفم أو وضع الجسد في حالة الاستلقاء كما كان المعتاد مع باقي الموميوات فيبدو أنه لم يهمل المحنطون عملهم عن عمد ولكن ظروف الوفاة أدت لوضعية المومياء هذه وغير المعتاد وأظهر الصور فحص الأشعة المقطعية أن المحنطين لم يستخرجوا مخ المومياء حيث لا يزال يرى المخ بداخل تجويف الجمجمة ولكنه يميل إلى الجانب الأيمن وذلك لوضعية الجسد على هذا الجانب عند الموت وبعد التحنيط وساعدت الدراسات السابقة التي قام بها دكتور زاهي حواس ودكتور سحر سليم على الموميوات الملكية باستخدام الأشعة المقطعية على تحديد ملامح التحنيط في الأسر المختلفة ترجح هذه الدراسة من خلال ملاحظة خصائص طريقة تحنيط مومياء المرأة الصارخة مثل عدم استخراج المخ أنها قد تكون ميريت آمون ابنة الملك سيغنين رع من نهاية الأسرة السابعة عشر قبل الميلاد وليست ابنة الملك رمسيس الثاني من الأسرة التاسعة عشر وسيستكمل دكتور زاهي حواس مع دكتور سحر سليم وبقية الفريق العلمي على مومياء المرأة دي أن أي مشروع المومياء المصري وعمل الفحوصات مما قد يساعد على تأكيد هويتها